سلمة هلأ مع مشهد الغلاء والأصفار الكثيرة يلي باتت عم تتصدر بطاقات الأسعار وعلى الضفة الأخرى الحرص الدائم على الإطلالة المناسبة لشغلنا لجعمعتنا أو حتى مناسباتنا العائلية اليوم رح نتعرف سوا كيف ممكن نواكب الموضة ونحقق إطلالة مميزة بتكاليف بسيطة لحتى نتعرف أكتر معنا لليوم نور مناسترلي خبيرة في مجال تنصيق الأزياء يسعد صباحك نور بانجور سالي بانجور سلما يسعد صباحك نور يعني مثل ما قالنا بداية حديثنا المشهد حاليا صار في عنا هي تضف شوي أرقام كتير فلكية لأي شي هيك موضة نعم نخاط ننزل على السوق تماما أو حتى إذا نزلت مع تشتري الغالبية وبالمشهد الثاني أنت بحاجة لأنك تظل يمرتبا وبالسطيل حلو كيف فينا بهذا الوقت نحقق هذه المعادلة الصعبة هلا أول شيء أهم أهم شيء أنا بلاقيه عند الصبية أو عند الرجل أنه لما نحن بنختار ملابسنا ما نختارها طبعا لشيء يعني هدف معين أنه أنا ما بلبس غير براند ما بلبس غير شيء غالي يعني لا أول شيء أنا بختار شيء بناسب شخصيتي بناسب شكل جسمي بناسب حياتي اليومية مجال شغلي بعدين بتطلع على السوق شو أنا ناقصني يعني أنا بفتح الغزانة أنا شو الشغلات الأساسية في عنا أساسيات موجودة بغزانتنا لازم تكون دائما قيمة محتجناها لازم تكون موجودة هلا هيدا أول شيء ثاني شيء منشوف نحن استهلاكنا للقطعة هل هي أنا ممكن استهلاك الجينز أنا حياتي اليومية هي عبارة عن جامعة أنا كل يوم معناته بدي استهلاك الجينز بدي استهلاك تيشرتات أمصان فلما بدي اتوجه على السوق فبدي اختار شيء بناسب مجالي أنا شيء لبسه وشيء أنا ما قدر استخدمه هاي أول شغلة بنختار الاحتياجات طبعنا بنختار الأساسيات الي لازم تكون موجودة بخزانتنا بعدين بنشوف شكل جسمنا مو شرط نحنا إذا موضة معينة درجة هي بتناسب شخصيتنا وبتناسب شكل جسمنا لا نحنا بنختار شيء بناسبنا بعدين بنوجهها بطريقة معينة إنه تناسب الموضة ننزل على السوق على أي محل بالسوق عم نشوف الأسعار كتير غالية طب نحنا عجبتنا هاي القطعة بس نحنا منا قدرانين نشتريها نتوجه على محل أقل يعني أقل بالأسعار من هيدا المحل مندور مندور حتى في عالم تتوجه على المحلات اللي فيها ألبسة مستعملة مو شرط يعني إذا نحنا شترينا ألبسة مستعملة يعني نحنا الماله قديم ماله جديد تماما الماله قديم يعني دليل على هذا الشيء نحنا موضة الأربعينات والخمسينات والستينات عم ترجع هلا نشوف أسعار هذا الشيء بأكد هذا المسأل ماله قديم ماله جديد نحنا عم نعاصر يعني عم نحاول نكون قدر الإمكان ضمن إمكانياتنا الشرائية ضمن إدريتنا الاقتصادية ونحنا عم نلبس على نوعا ما على الموضة وعم نجاري إحتياجاتنا في غير أنه نحنا نشتري يعني يعني الحمد لله كل العالم صارت تفهم هلأ يعني بالموضة وتفهم بالموديلات فالسوق كلها يعطوا ممكن تختلف الكواليتي النوعية نوعية القماش بس الموديلات عم بتكون تقريبا واحدة عم تتقلد يعني بشكل دائم فنحنا فينا نحنا لما بننتج على أي محل بنشوف القصات كلها يعطى نفسها بكل المحلات بتختلف القماش فنحنا ما بننتج على المحل الغالي بننتج على المحل الرخيص لحتى نحنا إذا إمكانياتنا ما بتسمح لنا نشتري شيء بيشبه الشيء نتمنى نلبسه ولكن بسعر أقل وكمان بالمقابل نحنا فينا ندور نعيد تدوير الألبسة الموجودة عنا يعني مثلا هيدا التوب أنا قدمت عندي صارت باهتي مثلا أنا فيني أعمل حركة فيها فيني أصلك ماما حتى قماش تاني مثلا فيني من هون مثلا قصة حطلها زراعة حطلها زد نار ناعم تماما فيني حطلها باتشات مثلا هدول الورد اللي هلأ دارش كتير داعش منها الأبر يعني أنا فيني غير بالقطعة إذا ما عندي أدري أشتري بشتري شغلات صغيرة ممكن أنا حركة فيها أكسسيريز باتش معين عندي مثلا مجموعة أقمشة ماني بحاجتها بالبيت وعمل فيها شكل وبحطهم على القطعة البنتالونسة أو البنتالونة تخزة وعنه هلأ دارش كتير لما يعني دارش لمشأوة يعني نورا عم نشوف نحنا هلأ مثل ما أنت حكيتي أنه الموضة هلأ هي الموضة بتنزيل وبتحسي كل صبايا طبعة واحدة يعني نفس البنتالون لابسينه أربعة خمسة طب هلا أحيانا في أجسام بتناسبة هيدا الموضة وفي أجسام لا بس في عالم أنه رغم أنه هي ممكن أحيانا البنتالون كان الخصر الواطي إذا كانت الصبية شوي عندها مثلا ورق هو ما حلو بس رغم هذا الشيء بتنزيل تلبس الخصر الواطي لأنه هو موضة ما بيصير هذا الشيء كان موضة قديمة هلأ الشيء الجديد نحنا بزمن السرعة يعني نحنا ما عم نتبع موضة معينة نحنا بالسيزن الواحد يعني بالشتر نزلت كذا موضة بالسيف نزلت كذا موضة فنحنا ما بنلحق نتبع موضة اللي تطلع موضة جديدة نحنا إذا بدنا نضل على هالحالة ما بنلحق دفع مصاري ما بنلحق مشترة يعني ما بنلحق صراحة لا نحنا بدنا نتبع شيء معين دائم بحياتنا لحتى تكون نحنا حياتنا أسهل يعني شيء معين أنا بوقف على الأخزاء على المراية بتطلع هيك وين المزايا والعيوب الموجودة بجسمي الشغلات الحلوة بجسمي بتبينها والعيوب أنا بحاول أخفيها بطريقة اللبس طبعا هي خدع بصرية بالنهاية يعني نحنا بنتبع لحتى تكمل إطلالتنا بشكل أقنق وأحلى فبنتظل على المراية بنشوف وين العيوب وين المزايا بنبرز المزايا وبنخفي العيوب كيف؟ مثلا الصبية نحنا عنا أشكال كتير للأجسام مثلا في عنا أشكال للأجسام شكل التفاحة مثلا شكل التفاحة بيتميت هلأ في شكل متناسق بالجسم بس بيكون عنا امتلاق من منطقة البطن نحنا بنا نخفي هون العيوب العيوب الموجود بمنطقة البطن فكيف نحنا بنا نخفي؟ نلبس شيء عريض شيء يوازي بين فوق وتحت هي يعني تبس صغير يعني خطوات صغيرة وبسيطة بس نحنا بنحاول نحن نحكي بالتفصيل عنا أكتر ولكن هلأ عم نشوف نور معيك عبر الشاشة فيديو له عن البنطلون جينز كيف أنا فيني استخدم البنطلون جينز؟ هو بنتلون جينز السينار عملنا على شكل تنورة فتحنا السرج ليصير مثل التنورة ولزقنا عليه باتشات هلأ هو بنتلون قديم ونحنا جددنا صار يعني عنا قطعة جديدة هلأ هيدا مثلا طب قديمة تماما شلفات أو شيء بنقص الداير طبعة منتحت يعني منتحت بنعملها بونة يعني يعني يمكن هي أفكار بسيطة شوفي هدول مثلا هم جوز جرابات قدين احنا بالبيت عنا جرابات هيك يعني مثلا مقفوعين أو شوئين أو كذا هدا بنكبون نحنا بنعمل فيها مثلا متل ما شفنا عملنا فيهم هدول اللي بيدفوا الأدنين يعني قداش حلو انه شي عنا ملين منه أو يمكن نسل له شيء نرجع نستخدمه نعيد تدويره تماما لحتى يكون على الموضة ولاحتى نحنا نستفيد منه ما نكبه ما يكون راح حقه هيك على بلا طعمة يعني يعني بهال الأوقات نكون دفنا للأخزانة شغلة جديدة تماما وجددنا نحنا لأنه ضلي انتي لابسة القطعة نفسها بتملي منه ومعد إلي خلق بتصير بس هيك مال يعني هي عدد بالأخزانة موجودة فلا انه أنا بفضل إذا عنا قطعة قديمة هلا أنا أكثر حدا بحافظ على غراضي صراحة يعني بحب حافظ على غراضي بس فيه شغلات اي بحب انه دايما مثلا ممكن جددها مثلا لما بونتالونات المشأوقة مثلا أنا عندي بونتالون عريض حبيت اختراع فيه جربت صراحة فيه يعني هلا مثلا لما بيلبسه بمبسط انه مبلاقي حدا لابس مثله أنا اطعام اخترعته ما حدا لابس منه وما بلاقي منه وتحبيه لانه انتي عاملتيا وانتي القطعة ما كبتيا بالنهاية عدتي تدويره بشكل أحلى ومتابع للموضة يعني مواكب للموضة اكيد يعني نور مثل ما قلتي دايما مجال الموضة هو مجال واسع بس يمكن المهم انه انا اعرف هاي الخطوات يعني انا اعرف مثل ما قلتي واقف قدام المراية شوف انا شو بيلبقلي شو ما بيلبقلي اعرف استفيد من الاشياء اللي عندي بالبات يمكن الجينز هو اكتر شي ممكن الشخص يستفيد منه ويعيد تكراره ما في خزانة ما في بأي خزانة بنت وخزانة رجال وخزانة بيبي وخزانة ولد صغير خزانتنا كلاياتنا كلا فيها جينز الا في قطعة الجينز منموم يعني قطعة الجينز وغير انه هو الجينز هو شي عملي لا مو بس انه هيك هو قطعة اساسية في اساسيات هي لازم تكون بخزانتنا بالصيف وفي الشتة طبعا ممكن نحكي عنا بغير مريات بالتفصيل يعني الجينز هو قطعة اساسية بخزانتنا هو بلائم كل شي بلائم يعني اذا عنا روحة جامعة نلبس الجينز عنا روحة صباحية نهارية كاجول الجينز عنا المساء فينا نلبس الجينز عنا باستهراب يلبسوا الجينز في اوتو بشيك تماما حتى الجينز صار عم يتفنن وفيه عم يدخلوه للشغلات بحيث انه هو يواكب كل المناسبات اذا عنا رحلة بنلبس الجينز اذا عنا شما كان بالدنيا اي شي عنا اول شي بيختار بالنا نلبس الجينز الجينز هو قطعة كتير اساسية بخزانتنا بيلقى اول شي داعك صيف وشتي ما بتبطل موضته هي الموضة دائمة يعني ما في شي دائم كل شي عم نشوفه متجدد في شغلات ثابتة طبعا بالشتة بنلبس الالوان الجينز الغامي نوعا ما بالصيف بنصير بنفتح شوي شوي الجينز مثلا بيلقى دعك نحنا كل ما بدنا نلبس الجينز ما بصير نحنا كل ما نلبسه نغسله لا مثلا نحنا بدنا شي يلقى معنا الجينز بيلقى اذا توسخ ما بيبين عليه فورا متل باقي الاقمشة يعني اذا كان شوي غامق حيالا تماما الفاتح مصيب الفاتح يعني بنلاقي قطعة عملية قطعة بنلاقي بارقص الاسعار وباغلى الاسعار يعني هي متاحة للجميع ولجميع الحالات يعني كل اللي اللي اللهم دخل محدود تماما كل الفئات لشكل يومي وبيلقى ادعك في اشكال للاجسام ما بيناسبة كل الجينزات مثلا عنا الصبية اللي عندها شوية كورف يعني بجسمها شوية منحنية هيدا الصبية ما بيلبق لها كل الانواع للجينزات بيلبق لها مثلا لسلم فت سلم فت ضيق الكلاسيكي بيجي الضيق لا الضيق يعني هو كمان معنى لو وست ولا هاي وست معنى خسرواتي او عالي هو وسط بناسبة الكون هو ضيق صحي ضيق حتى ضيق من تحت هذه الصبية اللي عندها منحنى منحنىات ما عرف أنا بلجتك فربت في العنة شوية جديد للا ابدأ سلم فت جينز هو فيه انواع للجينز لعنى صبية اللي شكل منحنى مثل شكل فريزة كيف يعني مثل فريزة يعنى عندها الكتاف عريضة صدر عريض عند منطقة الأرداف ضيئة كيف نحن بدنا نعمل توازن بين القسم الصفلي والعلوي بدنا نلبس شي من تحت يعمل توازن بين فوق و تحت بنلبس هون البونتالون الواسع شوي تماما ما بيجي ضيئ من فوق عند الورق تماما بيجي شوي عريض وبيضل عريض لتحت يعني straight لتحت straight jeans من فوق لتحت straight فهذا الشيء بيخلي لما بيكون في فضن منطقة الأرداف بيعمل توازن بين القسم الصفلي والعلوي عنا السببية مثلا مثلا الـ boyfriend's jeans الـ jeans العريض الذكوري شوي المشأوة بالبقل الكل ما في حدا ما بالبقل حتى رشب بتحسي نور اي هلا أنا صراحة أنا بحب التجدد يعني بأي شيء ما بحب إن حدا يقول لا أنا ما بيلبقلي لا ليش لحتى ما خاطر بجرب وبجازك ما في شيء اسمه بالموضة مستحيل وابدا ما بيزبط لا بدي جرب وقت ما يلبقلي أنا بقول ما بيلبقلي بس أنا صراحة ليه حتى ما جرب مثلا هلا أنت مثلا ممكن تقولي تستهجني أنا بدي ألبس مشأوة لا مستحيل نوعي يعني هلا يمكن شخصيتك ما بتناسبك إنه تلبسي هيك أوكي بس أنا كنت بس إنه بس إنه بس إنه تقولي لا أنا ما بيناسبني أبدا ما تفكلي يعني دائما لأي شيء في أول مرة بتجربي بعدين بتقولي إنه بيناسبك أو لا تمام نور أحيانا المبالغة بالموضة هي من صح يعني هلأ كنا عم نحكي إنه أوكي ممكن تلبسي بونطلون مشأوة هلأ شقة تنين ثلاثة أنا عم شوف ما تروس أنه لا هلأ 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 صار في شيء أوفر يعني أنت برأيك أحيانا المبالغة بالموضة مثلا بالوردة هلأ موضة سلمة منلاقي الصبية من فور تحت ورد حتى على شعرها بيكون في ورد تماما هلأ شوفي مثلا أنا بالتباع بستايل هلأ كل واحد عنده زوء شخصي يتبعه كل واحد عنده شخصية كمان بيختار له الشيء اللي بي ناصبه أنا بالنسبة لي بلاقي أنه الأطلالة ما بتكمل بلون أو لونين كأطلالة يعني أنا ما فيني يلبس لون واحد من فوق لتحت بدي أكسره بالشيء ممكن أنا مثلا أكسره بلون الشنطة ممكن أكسره بلون الشوز ممكن أكسره بالأكسساريز اللي أنا لابسته هلأ أنا لابس بلاقي أنه الأطلالة بتكمل عن جد هي بثلاث ألوان لحتى يصير فيه لما حدا يشوفك يكون عنده مرتاح 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 ما تشتش مأزي منه لما أنت بتشوف فيه لون غامي أنا مثلا لابسي ثلاث ألوان لون غامي كثير حلوين واللون فاتح بس أنا مثلا هذا اللون من فوق عيونك الحلوين كسرته بالأكسساريز الأكسساريز بحرك فينا نتبع كثير شغلات بسيطة نحن نحن نحرك أطلالتنا فيها طمعا بنرجع بنقول ضمن إمكانياتنا المادية بنعيده ضمن إمكانياتنا المادية هذا العقد هلأ موجود ممكن بألف ليري بهذا المحل بغير محل ممكن بعشر طالب أنا بروح المحلي اللي أنا بيناسبني تمام نور أعرفت كيد نور يعني الحديث عن الإطلالة والستايلات ما رح تنتهي ورح يكون في إلنا فقرات تانية نحكي بمواضيع تانية بدي تشكر وجودك معنا شكرا كثير بس بدي أقول بس شغلة واحدة هي نصيحة للكل البساطة هي أحلى شي بكل شي فقدما نحن بسطنا من حالنا بطريقة لبسنا بشعرنا بالميكوب هلا أنا شوي بحط ميكوب يعني بس هلا أنا في كاميرات فما اضطرين الحط قدما خففنا بكل شي البساطة بكل شي هي أحلى أكيد أكيد ما حقدنا الأمور بتصير أبشع فالبساطة هي أحلى من كل شي أكيد نتشكرك كثير نور وإن شاء الله يكون هنا لقاءات تانية ونصايح تانيك مكانت لصبايا والشباب شكرا كثير لك شكرا كثير لك